خلينا بقى ننتقل دلوقتي ونتابع أخبار النادي الأهلي والتدريبات والاستعدادات كمان الخاصة بالفرق مختلفة ونروح دلوقتي يعني اللي زملنا العزيز ومراسلنا محمد توفيق وحشنا ولا يتوفيق بقى نكتين ما بقاش معنا هو موجود في مقار النادي الأهلي بالجزيرة يا توفيق صباح الخير عليك طبعا في البداية وقالك كتير جدا مش معنا مش حالفة أنت تقريبا كنت عيانة أو حاجة كده حمد الله على السلامة وخلينا نعرف منك بقى التفاصيل وكمان استعداد طبعا الفريق الأول يعني ليه مواكد بقى سانداون تفضل صباح الخير تحياتي لي كان هوان بتحياتي طبعا لكريم يعني كمان انتوا وحشتوني جدا طبعا عشان تفضل كان فيه إصابة بكورونا كده يمكسة عاملة عنده لك الحمد لله يعني رجعنا وانتوا كمان وحشتونا وعشرة صبح في الأهلي وحشنا وحشنا التواجد فيه إن شاء الله نبقى مع بعض على طول ودايما في خدمة جمهور النادي الأهلي معكم نهام الداخل ملعب مختار التيتش بمقار النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة تخلينا أكلمكم عن الجو الأول ممكن درجة الحرارة عشرين درجة مقوية ولكن يعني شوية الشمس بتطلع شوية ببقى فيه يعني صحب وغيام شوية كمان ببقى فيه نشاط للرياح ولكن الحمد لله ده مش مؤثر خالص على وجود الأعضاء في النادي يمكن الأعضاء اللي موجودين في النادي يعني من فئات كبار السن وكمان أولياء الأمور اللي ودوا بقى أولادهم للمدارس وبعد كده جم يمارسي انت كنت بتكلمه طبعا عن ممارسة الرياضة ممكن فعلة كبير جدا من الأعضاء هيظهروا من خلفنا في الشاشة بيمارسوا رياضة الماشي هنا داخل تريك مختار التيتش بيجزيرة قبل انطلاق ميران الفريق الأول لقراط القناة بالنادي الأهلي اللي ان شاء الله هينطلق فيه تمام الحديقة عشر ونصف صباح اليوم يمكن الفريق طبعا ما فيش يعني زي من القول وقت للراحة النادي الأهلي بالأمس والفوز على المعصة أربعة مقابل لشيء يعني التصدر قمة الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة في مباراة الأسبوع العاشر ولكن طبعا النادي الأهلي زي ما تعود دايما جمهور النادي الأهلي ما فيش وقت للراحة دايما بلعب على كل البطلات على كل الأهداف الفريق بيبتد اليوم الاستعداد لمباراة سانداونز في إطار مباراة الجولة التالتة من دور المجموعات لدورة أبطال أفريقيا للنادي الأهلي حامل اللقب آخر نسختين منه ان شاء الله التوفير للنادي الأهلي وتحقيق فوز يضعوا فيه صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط بالتساوي مع سانداونز مباراة هامة طبعا زي ما اتكلم الجهاز الفن عنها مباراة ان دي تعتبر يعني زي ما نقول هي الجولة التالتة ولكن هي المباراة التانية فعليا طبعا بعد تأجيل مباراة الأهلي والمريخ لو تقوم ان شاء الله بعد مباراة سانداونز ومباشرة هنا في القاهرة يوم 5 مارس يمكن الفريق ان شاء الله ينتظر انه هو يتجمع على تمام الساعة الحدية هنا في الملعب يمكن مباراة مباراة كلنا شفناها يمكن مكاسب عديدة بغض النظر عن الفوز وتحقيق أربعة أهداف لكن طبعا عدد كبير جدا من اللاعبين بيتم تجربتهم مباراة بيرجعوا لحالتهم ظهور أكثر من النجم في الفريق أفشا ميكي سوني حسين الشحاد بمستوى أكثر من رائع كذلك رامي ربيع ولكن كمان يعني كان عدد كبير من اللاعبين الفترة الجاية ان شاء الله يكونوا موجودين نتطمن عليهم من الجهاز الفني والدكتور عبد 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 السودان يتوقع بس أي من أشرف هو اللي صعب شوية الحق بمباراة ساندونز ولكن إن شاء الله فيما هو قدم كل نجوم النادي الأهلي يكونوا موجودين وينزمونه زيين وقائمة النادي الأهلي لكل مباراة في الفترة الجاية سواء محليا أو كمان إفراقيا طبعا طبعا فيه تحقيق اللقب الثلاث على التوالي والذهاب مجددا لكأس العالم الأندية وتحقيق نتائج أكثر من راعة ترض جمهين النادي الأهلي في كل مكان كمان يمكن من أخبار فرقنا المختلفة طبعا كل الحمد لله فرق النادي الأهلي في انتصارات دائمة يمكن أول حاجة عندنا سلة أنيسات الأهلي بتعود للمساري الصحيح وليس لسلة الانتصارات وتحقق الفوز بالأمس على فريق الجزيرة بمية وخمسة نقطة مقابل تلاتة وتسعين يمكن الفوز ذا بيضع الفريق في المرتبة التانية في الجولة قبل الأخيرة من الدور الترتيبي في كاس السوبر أو دور السوبر لسيدات السلة إن شاء الله الفريق هيختتم هذه المرحلة بمواجهة سبورتنج المتصدر إن شاء الله مساء السبت المقبل يمكن كمان فريق بقى طائرة النادي الأهلي رجال والذي دائما طبعا محققا على ضرب الأرقام الكاسية والنتاج الأكثر من رائعة يمكن الفريق اختتم زي من قول دور المجموعات التاني برح بالفوز على طلاق الجيش بنتيجة تلاتة صفر كل الأشوات انتهت بنفس النتيجة خمسة وعشرين تسعة تاشر بالفوز ذا النادي الأهلي بيتصدر كاملة المجموعة الأولى وكمان بالعلامة كاملة النادي الأهلي لعب عشر مباريات حق الفوز في عشر مباريات وبالتالي إن شاء الله النادي الأهلي هيدافع عن لقبه لكن النادي الأهلي طبعا هو صاحب السجل الزهبي في هذه البطولة والرقم القياسي ب33 بطولة النادي الأهلي بيلعب هذا العام على البطولة 34 يمكن هيبتدي بقى زي ما بنقول مرحلة الترتبية من 1 ل 8 اللي هيبدأها إن شاء الله النادي الأهلي يوم الحد المقبل أمام فريق الطيران وكمان هيختتمها إن شاء الله يوم 13 مارس أمام الزمالك على صالة تهاية قناة السويس بيلة إسماعيلية تمنى كل التوفير للنادي الأهلي وتحقيق اللقب الرابع والتلاتين في تاريخه ودائما تبقى دائما طائرة الأهلي زي ما بنقول محلقة ولا طهبت أبدا كمان يمكن أبرز النتاج ومسك الختام فريق 2002 شباب النادي الأهلي الكرة الماء يمكن تفوق على فريق الزمالك بالأمس فيه دور الجمهورية والمباراة اللي أقيمت فيه نادي المعادي بنتيجة 24 صفر يمكن نتيجة كانت كبيرة جدا النادي الأهلي تسايد المباراة طولا وعرضا شباب النادي الأهلي أدوا أداء أكثر من راعي يا رب دائما كل فرق النادي الأهلي تؤدي بأفضل أداء وأفضل نتاج وتبقى دائما كل فرق النادي الأهلي في المقدمة ويبقى النادي الأهلي دائما أولا وأخينا كل التوفير للنادي الأهلي بفرق المختلفة ودائما يا رب نتاج تسعد وتفرح كل جمهية لنادي الأهلي كل ما عليكم اتفضل والله يا توفيق يعني أنت من المرسلين اللي بيخلونا ما عندناش حاجة نضيفها لأن أنت بتعمل تقطية يعني حقيقة كاملة لكن مرة تانية إحنا سعداء أن أنت رجعت لنا مرة تانية ووجودك في عشر صبح في الأهلي كمان بيتيف كتير فنشوفك إن شاء الله الأسبوع الجاي على خير كمان شكرا لك